إذن من تجي هذه الشاشة النفسية؟ هل هي نتيجة لطريقة تربية مثلا؟ أم أنها حالة طبيعية ولها عوامل أساسية في هذه الشاشة النفسية خصوصا؟ نعم سؤال مهم وفي نفس الوقت فيه جواب أكيد مسألة التربية مهمة هنا وإشارة قوية لأن هذه الناس الذين يعيشون هذه الشاشة النفسية يكون لديهم واحدة التربية التي تلقاها في السن الطفولة المبنية على أنه يكون مفشين بزاف واحدة الدلال بواحدة شكل مفرد يكون دازو منه وكيكون مثلا أنه طفولة دياله ما كانش مثلا أوطانوم لم يعتمد على نفسه فأنتي كان دائما عنده واحدة تباعية الوالدية ودائما قلوه في التربية ما نخليوش ولداتنا أننا ندروا لهم حنا كل شيء لأنني كتولين ندروا كل شيء وكتوصل يعني دبا مثلا أنا شحن من مرة كنتقبل مثلا في العيادة مثلا شباب اللي مثلا في الجامعة أحيانا وحتى في البكالوريا يعني في واحدة السنة 17-18 سنة اللي منفروض أنه مثلا هو اللي يختار هو اللي يتسجيل هو كتلقى بأن والدي هم اللي كيدروا له هذا الشيء كامل حتى المشاكل اللي كتواجه هم مثلا في التسجيل ولا في المساطر الإدارية كيقضيوها لهم والدين هذا النوع من التربية كيخليه هذا الإنسان يعني لا يتعامل بحكمة ولا يستطيع أنه يخدم الدماغ دياله باش يلقى حول المشاكل دياله فمنه كيكبر وكيوصل لواحد المرحلة أنك يقول لي هذا الأب دياله ما كينش معاه والذيك الأم ما كيناش وكتواجهه واحد المشكلة كيحس بأن الدنيا توقفت وهنا فين كيبدأ المشكلة وسنعرف بأن هذا الإنسان كتطبع عنده واحد الهاشاشة نفسية اللي كتخليد دائما يعني ما كيقدرش أنه يعني ممكن ضغياء ضغياء يضروا خاطره ممكن كلام عادي ممكن مثلا يهضر معه غير شيء موضف الإدارة يعتبرها بحلارة جراء عليه فمتي كتلقى بأنه ذلك التضخيم ديال الأمور ديما عنده في نفسيته للدرجة أنه يتقوقع على نفسه وأحيانا ينعازل هذا الإنسان هذا كذلك من الأسباب هو أنه دائما كنحاولوا ما أمكن أننا يعني نعلموهم طفولة أننا ما نكونوش من الوليدين اللي كان نضخموا مثلا الأمور فمتي مثلا ما عرفتش هذه ماشي دائما غتكون أنا يعني ربط الفعل ديالي كأب واللي كأم علاش ما عرفتش هذه وهذا رأى مشكل كبير وهذا نحاولوا ما أمكن أننا ما نكونوش نعلموه لذنا من الصغر أننا نضخموا المشاكل ديالي الحياة دائما كأول غضة فعل في مواجهة أي مشكل سوى دراسي ولا أي حاجة في العلاقات دياله كطفل يعني منذ الطفولة نحاولوا نمشيوا دائما في الاتجاه ديال أنه ستقولوا آه ماشي مشكلة هذا الأمر لا يستحق دائما بدل أن نهول نهوين يعني ما سنستعملوش تهويل بالله سنستعملو التهوين بالنون باش نحاولوا ما أمكن أننا هذك الإنساء يفهم بأنه وذك الطفل من الصغر دياله بأنه ما كيش مشكل ما عندوش الحل بأننا نستطيع أننا نعاجه كل المشاكل فقط الأمر يقصد نوع من الصبر ونوع من الحكمة نوع من التشكير والتدبير الجيد باش نجوزه ومن هنا كيبدي يتعلم المرونة النفسية كييتعلم بأنه رمكين شي حاجة ممكن تجي وغادي توقف لي الحياة ديالي كذلك أيضا من الأسباب عندنا حتى الأسباب هذه هي جينية ويراثية خاصة ما كيكونوا الأمراض والتربات النفسية في العائلة يعني في أفراد العائلة دياله فكذلك الاكتئاب والقالاق والوسواة القهرية خاصة من التربات العصابية بدرجة أساسية وحتى الدهانية يعني تكون عندها واحد مستوى الانتقال عبر الوراة الأشخاص كتعطيه دائما واحد مستوى الهشاشة النفسية أو في حين أنه وتاهد الهشاشة النفسية كتخلي ديكلابقي ديسبوزيسيون الأمراض النفسية يعني كيكون عرضة للإصابة والدخول في التربات النفسية ترجمة نانسي قنقر